مع استمرار الحرب وتعرض المنشآت الأوكرانية للقصف الروسي دول حلف الناتو تعد بتقديم دعم إضافي لكييف الأمين العام للحلف يانس ستولتنبرغ أكد أن كل دول الحلف ستواصل دعم أوكرانيا الناتو ليس طرفاً في الحرب غير أننا مستمرون في دعم أوكرانيا مهما تطلب الأمر ولن نتراجع الحلفاء تعهدوا بإرساء آلية للتنسيق بشأن دعم أوكرانيا وبإرسال حزمة جديدة من الدعم غير القتالي يشمل الوقود والموالدات لمواجهة عواقب الضربات الروسية على شبكة البنية التحتية للطاقة إعلان ستولتنبرغ سبقه تأكيد أمريكي على لسان وزير الخارجية أنتوني بلينكين على استمرار تقديم الدعم العسكرية والاقتصادية لكييف مع تجديد العقوبات على الجانب الروسي نحن نستمر في تقديم الدعم العسكري لكييف ونعمل على ممارسة الضغوط على الاقتصاد الروسي من خلال فرض العقوبات كما قدمنا دعماً اقتصادياً إضافة إلى الدعم في قطاع الطاقة وذلك لتوفير الكهرباء والمياه للأوكرانيين الاتفاق على تكثيف الدعم السياسي والعسكري أكده وزراء خارجية الحلف الذين اعتبروا أن الهجمات الروسية المستمرة على البنية التحتية المدنية والخاصة بالطاقة في أوكرانيا تحرم ملايين الأوكرانيين من الخدمات الإنسانية الأساسية وأكد الوزراء على قرار سبق أن اتخذته قمة للحلف عام 2008 بأن أوكرانيا ستنضم في نهاية الأمر لعضوية الحلف